السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبي وصحابي واسلام والناس لكل يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال وأطيبها وفي صحة جيدة إن شاء الله أنتم العائلة وكل ما تحبون يا رب العالمين اليوم إن شاء الله أول حاجة سعر رحب بالمشتركين اللي عندي من زمان معايا وبالنسبة للمشتركين جدد نقولهم نحبكم برشا ونرحب بكم ومليون ألف 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 مرحبا ومحليكم ما بينكم وإن شاء الله يارب نكون في مستوى تكون قناتي تعجبكم وما تندموش على الاشتراك كان عجبتكم القناة ما تنسونيش طبعا هذي كلمي للكل أنه يعملوا لايكات اللايكات هي اللي ترفع القناة كانت تحبوني نكبر كما تكتبوا لي كل شي و تعليقاتكم محليها تشجيعية تعملوا لي لايك ما تنسونيش من لايك واللي واللي تنجم تعمل بارتاجي وعندها شكون في فيسبوك تعمل بارتاجي في الانستغرام ولا في فيسبوك كل الجروب اللي عندك هذي اختياركم فقط للتذكير خاطر مقبحة بيضا نقول لكم بارك اللايكات قدش مهمة بالنسبة لي تلو على القناة والبرتاجي زادا هذي اليو ما رجعتكم في فيديو نعتذر على البرح اني ما حضرتش الفيديو ان شاء الله اليوم يحضر إلى حد هالساعة أنا قمت بكري في الفجر باش نغسل بيت البانو وين كنت نسكن دار الصغيرة اللوطانية باش نغسل بيت البانو على الأقل وباش نرش الفرجدير بالبروتو اللي عندي ونخلي يرتاح خاطر ريحة قوية ياسر باش نغسلهم فرد نهار وعلى صحة تزاد باش واحد يرد بالو حاسيلو عندي زادا متنوع عفادي جاي وعملنا هكاك أكله وعملنا جاوة صغير وباش نصوركم كل شي يعني الكواليس كلها ان شاء الله من خبيحات شي اللي وصلت وصورت وان شاء الله الانترنت ترجع والوقت هدا يمكننا نحاديت لكم بإذن الله نهر لحد ما يفوتش ما يعديش ثمان المصب بقضة ربي متاع الصباح بوقتون سوكون الفيديو نزلتو على القناة باهي انا باش نهبط اللوطة تعرفوا معانا قضيتنا نفرط احنا يد اللوطة واليد الفوق لكن شوية هنا وشوية هنا ما نعملش الفرد نهار كل يوم نعمل حاجة ننظفوا اللوطة ما عبقاش فيه هات شي طبقا كانت نضيف اللوطة اليوم باش نعمل بيت البانو داخل بعادها طبعا كي خرجنا عندها جمعة طومة معاناها ما هبطل هيش انا واحدة من الناس باهي انا اليوم بديت لكم بالسلاح التونسي كل الانساء والبناء تكبار وصغار كي نخرج وجمعة اليوازي عيش في البرة في تونس هاي بي لازم يهزوه معانا في الكوية الفليجة حتى وكان في مش حمام خطر هلا اصلا طاحا محرمة حمام نشروه فيه تنبل بجميع لوين محله وطول له وديكور وليه يعنو فيه مش باي بيهبلو فما حاجة حلوين برش حاصيلو انا جبتها معايا حبيتها باش ترجعن نحس راح لينا في تونس في العادة خطر بلاش محرم انا عصفر بيها شعري كاوا لكن خطر بيانينا لبس الحجاب لبس الحجاب فوق منا هيا اكي زعمة زعمة تعطيني قوة وانيرجي باش نبيه اليوم كم تشوفو باش نبده بيت البانو خطر هبط اللوته كي موريتكم باش نبدو نطفو خط باش نغسل الكاربانت ساع يعني الموكيت وباش نغسل معاها الفوتايات اما مش اليوم هذي مش اليوم هذي باش نغسلو بيه الموكيت اهوك شفتو هيدا هذي يتخلط يتحط فيه تكملي عن نحنا يتخلط هذي شامبو بتاع موكيت ومعه الماء ما نعشق داشت او كنجين مرة اخرى كنجين اعملو ولكن نعمل الراجل اليوم اما انا دول اليوم فانا في العادة نعمل جافيل وماء لكن هذي شرينها معاقم حاضر فيها بليج فيها جافيل شفتوها كيفاشه هذي باش نرش بها بيت البانو الكل ونخليها شوي ونرجع الخطر قوية برشا وكيم تشوفو عسينة وهذا هي عنا متاع طبعا متاع البلقر هذو ما لازم منا متابعين متاع البلقر وشنو الاخراء وانا اليوم فقت بكري شوية بس تحس بيه تهبطلو طبعا ولد بنتي فاق بيه هذي كي يقوم بكري تبركال عليه كي الصغار الكل فاترتو الفوق في الكواجينة طبعا وعطيتو هبطل هنا لعبة يلعف لها باش ما عماش الحس عجمع فايقهم للاخرينة منزل بكري على فاقر كلهم يصوروا بيحبوا يرقضوا في الصباح كينا انا قمت بكري حاسي لو نبداو ما لانتوك على الاربي لو نبداو انتا نسونيش من لايك عمبو زينكم حليكم 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 مدعى الطوالية مدعى بيد البانو وكنستها خاطر هنا راجل يكسر كيس جاي يقد في حاجة تكسر لمبوبة متع الضوء تكسرت فايزم لي نقنس قبل ما نعمل حات شي خير ما نمس بيدي مبعد نسيق ولا حاجة قبل ما نحك فلازم ننظف كل البلاسة هذي كسا قبل ما نبدع وبعده جبت ادوات التنظيف اللي وريتهم لكم بيش نبدى الرش او الحاجة بجا فيه لذاك تنجم كيما قلت لكم تعملوا انتوما خمسة يترات مية وعليهم كيس جا فيه عادي يعني اذا كان متسحقش تعملوا خلوا مية باركة زيدة حاسي لو انا خاطر يزمها تتحق بالكدير وكل شاي منه تعقيم خاطر هو ذاك تعقيم وبعد هذا تزد الناس عنا برودوي جا فيه هذا البرودوي بيدو فيه جا فيه فعبيت هالدنيا الحقيقة معناها باش باش يعاوني خاطر تعرف اللون لا بيت قداش يحب هذي متاعا توليت من داخل انا صبيت فيه فهمت باش يتنظف المهم هو باش نحوك بصراحة بصراحة بالمسالحة يدي تجعني ما نجمش بيدي هكا باش مفسع ما ندوروش برشا فالمسالحة تكون لي اصح معناه في الغسلة وعادي يعني واول حاجة هو بعيدة عليا وزيد انا ما جبتش الطابلية خفت على حويجي بالجافيل جبتي تتهلك فانا اغسلت وهو دي جا محلول يعني خليته ارتاح باكل جافيل اذاك والرش اللي رشيتو فاقلت خليني ننظف ونعمل لها نعمل بالمسالحة سلي حاسين وبعدي كل بيدي مستعملوا بيدي عادي معناها هوكا مطبس ناحية المسالحة ونظفته وزيد الرش وقت اللي يستحق الرشة انا راني الرش ونعود انحك فيها ومن بعد مشيت حليت طبعا انتو متراوشي اي غبرة اي حاجة هكا هابط بكلو تحسوا تحس روحك مرتاحة كل ميكروبيت ولا حاجة فيها بتيقعد يلمع وغسلت طبعا الطبي من قبيلة غسلتها من داخل بيش تنضاف مرة واحدة الطبي تعرفوها بتاع بيت البانو بيش متزلقش كي تفرشوها حاسينو وبديت نمسحت طواول نشف بيش بيش نصف تنشيف خاطر ولا ياسر ماء لوطة وخفت نزلق خاطر هن اليوم بصراحة تفرغت وحط صبيت الماء فشيت غيذي في الماء خاطر نجم ونصبو الماء ورجعت غا مسحت البلارة متاع بيت البانو ونشفتك سباب الخاطرية بيش تقعد تلمع والنوعية ديها النوعين متاع بيت البانو كل تحبها معاني تقعد لك اكثر كي تغسل تمسحهم بالطاول بايبر هذوكم ولا بشو ليقا نظيفة وشيحة بيش تقعد ديه ما تلمع خاطر الماء ويهلك البلاس ويقعد كاينك ما غسلتش كي يشيح يقعد بلايس بلايس في الحاجة حاسينو المهم كملت عادانا نشفت وفرشتها كي ما تشوفو محليها وطبعا نحن 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 طبعا نحضر فيها زيادة بش كان حبيت كان كي ما قلت لكم كان حبينا نكريوها هاني كي ما كريحة جاهزة وما كانش أولادي كي جيوني ذياف ولدي ومرتو بنتي زيادة ورجلها يبدأ بش نعملو بيت النوم زيادة اللوطة فمعناها يبدأ حاضر كان الكريح حاضر وكان زيادة لولادي ذياف زيادة حاضر فما واحدة قتلي بقدش كريتها سألتني على الكريح انما الكريحة بمن الف حتى وانتي طال حتى الالفين واكثر انتي ودعها احنا دوما خطر داري منيش منيش كريتها حاسيلو الهني بش نقدل خزانة نستويها زيادة نحضرها بالنسبة للناس اللي بش يستعملها ولدي ولا مش خطرنا مبعد بش نحط فيها اكيد كي سين وحاجات اولويات متع قهوة خطر عندهم ميكرو ويف وعندهم غازة صغيرون كي ما كنتان نستعمل فيه فهم بش خليلهم وصحنا طبعا نعم لازم لنعمل كي سين وصحنا ومغارف غديكا ونحطهم لهم بحضة تكون ميكرو واند وهكيكا ما يستحقوش حتى شيء الحمد لله انا خرج متع بتلبانو وهكي تشوفوا معناين ما بقتلناش كان نحبو نكمل هنا بتلبانو نغسلوا الفرجيتير وطبعا الموكات ان شاء الله نغسلوها والفتيات هذو مزيدة بش نغسلوهم بش يبقاوا نضاف لك اي واحد يجي يكري ولا كيجيوا بنات الزيف يلقاوه بش نعمروه ويلقاوه على الاقل معناها وين يباتوا ما يقعدوش من ضايقين ولا احنا نضايق هذي هي العيلة هذي هي الام اللي يزم تفكر في حاجة اذا كان هي طبعا في مقدورها وان شاء الله يا ربي كل الام ترجع لها وليات اذا كان هما في الغربة ربي يرد غربتهم على خير وان رجعكم توقش نوع اللي او اللي دي حفادي جيوا وان الزربية شفتوها هنا فرشتها لهم هي كانت تشيح بصراحة وهو ما جيوا وليت حديت لهم اكل لعبة هذيكا قبل ما يحبتوا للرمل اه فرشتنهم الزربية باش ما يتيحوش لقدر لهم يجرانوا حتى شا ما يتزلعوش بك الزرزيحة المهم شاو عنا الرمل لهم يموتوا عرمل فاخذيوا غرضهم مصخوا عملوا بعملهم بعدك اغسلنا لهم وجيوا وعطيتهم يسمى هذي اللي 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 بوبس او نوع من الجلاس اللي يبز جير في ولا شنو تسمى نسيتش اسمو بالتونسي المهم الوين كل واحد اختار شنو عندو تنجم تعملوا بايس كريم زادة في الدار كيما تعرفوا انا موجودة في القناة متاعي كانت فكرت ان شاء الله طون حط الرابط متاعو خرجوا يلعبوا قدام الدار طبعا بنتي قاعدة تراقفهم خطربوهم ومهم هبطوهم قبل بنهار بشي بيتو بحذينا وهذاك شي يحبوهما يا ميما بليز ميما بليز قلت لهم بتبيت الحالة برغم انا حايسة مزلت وكل شي قلت خليجي وهني هاوكا بنتي بقاعدة بحذيهم يعني نتعسى عليهم ما نجموش خلوا صغر وحدهم وما يخلوا ما يعملوا التبشير هاك تشوفوا القاعة هذي البرة وبعد ما يكملوا يا ما نمترد تصب عليه مثلا ما نمترد نحنا نسيقوه ما نخليه واشكيك هذي خطر قدام دارنا واحنا احرار يعني ولادنا يلعب فيه المهم خداه وراحتهم هنا جاي زكريا يجري تحت زرستو تعرف قد كيفاش معناها ويبدو يفرح بها خطر يستنى لانو تعرف الصغير يحطو هلو تحت مخطو الصباح كيقوم يلقى فلوس هدية تك الزرست ديك عد جاي ورلي فيها وخب بها وروح بها لدارة هنا شوفوش عاملت عاملت يعملوا هذين خليهم يلعبوا زادة في داري انا مميتهم كسكروت يسموها ذاي كسكروت ذيكات جرائي صغيرة دي ما يجيو يلعبوا بيها متاع نوم هم يعني يعاونوا فيه في النوم حاسيل حاسيل وانا حبيت نوريكم ما قداش نعمل جاو مع ولادي ونخليهم يدفرهم بصراحة لهنا ولدي ومرتو جايو مرحبا بيهم بش مشي خليهم نمشي نعمل انا لزانيا متاعنا ومعاها ماش باتايتو بطاطا مهروسة وهكو تشوفو زيانتها محليها البلاتو المهم شي تخذي ترس بصل برشته خطر الصغار ميحبوش لبصل تعرفوا انتوما وكي نحطو مع الحم عشيو ظهور جيدة واخذيت تقريبا 350 جرام من الحم الحلال كيم تشوفو مفروم هذيك هوا دي ما نشريو فيه حنا النوعية هذيه والمسلمين كل يشريو فيه من نوعية هذيه حاسيلو وطبعا شوية زيت تقريبا 100 ملي زيت وبديت نخدم فيها كيكا على الغاز حتى لين تبياث كيم تشوفو خطرنا ما فوحتش فيه حتى شي الحم مشباهي وقت اليحمر يتفوح يجب يتنح هذيك الحم مفروم وبعد تفوح هنا البطاطا تسمت لسلطتنا وبديت عاد طو بش نفوح سي جاهزة الحم بتاعنا حذر بش نعم غرفتين كبار اتماطم معجونة شوية بالكل هروس على خاطر من حب شحار لوليد مايك شحار ونطيب على خطرهم ومو الحاجة فطبعا هنا حتيت الكرك موتيبل وملح وفلفل اكحل وزعتر وكليل هنا حسي وفوحتهم على خطرهم كما قلنا نرجع نقول ما نحبش نعمل حار على خطرهم هما الطلب وشهوتهم هما يزم يشبعوا منها وهني عملت شوية ماء باش اكل الحم ذاكا مايتحرقش والفحات الكل مايتحرقش وكملت اختمتها بعرشات رند نودكم ولين شاهيكم معان تاع المقرونا يعني منستغني وشعلية وزيد حتى اللازانيا وسنبما انها سوس يسر يعطينوكها بنينا برشا برشا لهني طيب سوس متاع قيبة طيب ساييه الكعيبات البطاطا قاعدين يتصامتو هني ضقتها الملح رقيتها هكا شعرا ناقص شوية قلت خطر قيت حسابي انا الجبن زدق ساعات يكون مالح اللي حطو كان يكون ماتزوريلا وان اليوم باش نستعمل ماتزوريلا باش نستعمل نوعية اخرى متاع جبن فيها شوية ملحية ساييه طابت ساييه خليتها نغتيها ونخليها او باش نمشي طابعا نحضر الطبيعة انشمو باش نحضر نحضر طابعا نص متانو ل세�انا الماء המ�تاز KELLY HNE الاسوس متاع البشرا ماللي اخذيت مغارفة متاعها متاع مقرونة او زبده مغارفتين صغار او مش معبينا هاو كمغارفاتなので key نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب اسمонч الم기ح لم أتضيء نضيف الحليب مجدوك كلا ربة بيت تعرف اشي يساعدها وشنا هو في جنتها وشنا هو ولديه يحبو المهم حضرت المعقرونة زاد اللازاني بدينا حتيت شويه صاص فرشته لازم من هذيك الفرشة الولانية رعشت الرند ما شفت هيش هذيك خاطر مش مقابلتني مش مشكل ما تضرش علي كل حال حتيت فرشة لازانيا وبعد مش نعاود نحط لوش متاع الحم ومعاها طبعا شويه بشا ملي هكيك كان طريق تيانا هكيك نحط ولكن انا ساعات ترى ونحط معاها السبناخ نضبله في مغرفة زبدة بعد ما نغسو طبعا نشفو نضبله بشوي مغرفة زبدة ونحطو فرشة كيمة تاجين السبناخ يجيبنين برشة لكن انا خطره احفادي ما يكلوش النوعية هذية ولا مرتول دي زادة متعبش الحاجة هذية فانا طبعا على خطرهم هما يزبني نعملها بالطريقة اللي يحبوها وتكون في نفس الشي في نفس الوقت تكون ابنينا يحبوا الصوس البشامي اللي يحبوا لازانيا متاع يموت عليها فانا نعملها على خطرهم هما لهي حارة وبالمكونات اللي نعرف هيكلوها حسيلو حتيت عمل ثلاثة طبقات انا الحم ومبعديك فرشة ومبا متاع مقرونة ومبعديك فرشة متاع صوس ومبعديك الحم وبعديك نفس الشي ثلاثة مرات حسيلو فرشة المقرونة وفي الاخر بالكل وطبعا منساوش الماتزوريلا الجبن اللي عندك وهنا الفرشة الاخران هي عملتها انا طبقي يجيب ثلاثة ثلاثة معناه مغة ثلاثة كعبات متاع لازانيا وحطيت لهنا الصوس اللي تبقات لي عاد ما عادش عندي برشة فيها شوية زيتا مبعتك تغلي انا ننشفو منخليشي وقت الطيب يطلع الزيت الفوق انا نحطو بالتاول بايبر نشفوهاك بشوي بشوية يتنشفو كلو ما يقعد شك الزيوت اللي تطلع في فوق منو خطر هي يزم هاتف شوية زيت مدنجمش تعملها ثاعشة من غير زيت يعني ثاعشة يعني ناقصة زيت بالنسبة الناس اللي متعرش لغتنا التونسية هنا نحيطي ورقات الرند اللي هو ورق الغارة ذاكا ان شاء الله ان شاء الله متكوش مستعجلة برشا في كلمي ويفهموا عليها اكيد تعودتوا بيا انتوما دون العربي الكل الجزائريات المغاربة وليبيين يفهمونا قد راحنا قراء بياسر لهجتنا لبعادها لكن بنسو البلدان الاخرى يمكن سعب عليهم شوي حاصلوا انا هنا جبنة ذاكا عندي ماتزوريلا بالفلفل لكحل والملح ذاكا عليش انا برشتو وخليتو مفوق بالكل باش ميجيش برشا مالح حتيتو زيت عملت عليه ماتزوريلا باش اه يتخلط من المكونات تاع الماتزوريلا متاع جبن الملح شوية ذاك بالفلكحل وما يعتيش هكا ونقص لما كل ملوح هذيكو ونفس الوقت يجيبني وهذا ها تبيقنا احضر باش نمشي نسخلنا الفرن نحلو ديريكت خاطر فورم تاع الحمد لله في سعتي باش نحط ديريكت في سعي سخن وشنو باش نحط ديريكت غاديكا انا المرفات تخسلتو لك نخساره مع الفيديو ويت اللي ضاعلي اذاكا عليش موريتكو مشا كتشوفو ينظيف لكن انا باش نعاود نقص بقودة ربي طاو نسورو المهم اه حسيلو عندي هناك عبات البطاطة طيبية باش نرفسهم باش عملت ننشفهم الماء ونحطهم باش نرفسهم كيمة تشوفو ونجم تعمل ترفسهم حتى بفرقيتا ونكمل المكونات الكل نكمل بطاطتنا الكل ماهيش بارشة هي ستكعب تقريب بطاطة صغيري نختارتو يعملونا يكفي خطر ما نحبش بارشة باش ما باش ما يقعدش نعرفهم حسيلو كملت نرفسهم البطاطة اللي اللي عملتها الكل وباش نحط فيها شوية ملح وفلفل لكحل زيدة لازم نعمل طلع على القاس قبل ما يتيب اهو كملح وفلفل لكحل وطبعا الزيت زيتونة اللي يبد منه سيد الكل زيتونة اخر قطرة باش نفوح بها سلاطة هني اقتانية محليها جربتها اول مرة نعملها مع المشبهة تايتو قارس طبعا لازم منها كل عصرة نتع القارس اكل اقتانية محليها محليها جيتني مبانوا وعطات كولير مبانوا الصغار ماتوا عليها وزدتنا زينتها هنا بش خلطهم بالجده ونزينها بعريشات بعريشة معدنوس او نعناع كيمة تحب كيمة المتوفرة عندك انا ما عنديش نعناع اخضر فزينتها بعريشة معدنوس عملت هنا نحية الصوت اللي غالب وتحدثت برشا ليكم لكن جي صوت لأولاد ويلعبوا ويسألوا فيه برشا وشو بلاس انا التلف زي مقابلتني انا في كوجينة طوى يعني مقابل التلف من نجمتش نعمل نخلي الصوت فانا حيتو مثلش هاني انا انشاءالك انا قا فرصة نصوركم منا كيما بداية الفيديو واحدي حاسي لو هاكو تشوفوا صلايجتتنا حاضرت اه بيا ولزانيا متاعنا حاضرت اهو كالزيوتة شفت كيفيش حاضرة انا شعلت من فوق باش حمرتها شوية الكل في الكل ما طابتش عشرة دقايق خاطرت تعرفوا كل شي طايب فيه يعني جست باش يضوب جبنك اهو هنا انا شفت الزيوتة شوفوا هنا حس حينا مش باتيتو زينتو محلية وحاضر باش ياكلوا المهم هذا هو انشاءالله يعجبكم انتو ما جربوها الطريقة محلية انا هذيك طريقتي انا وطبعا فيه ناس تختلف الطرق متاحو المهم شي وطاو باش بنأمرت ولدي قطها برا خوض على رؤك يعني الدار دارها بصراحة ولبقية اعطيتهم منو طبعا نشيرو كبير في ذراك آigan زراك اتراك لها يا عزيز الله هيل حسينْي يا ميجم إنسان أحوا مبا فر 내가 اوروbe كندا وباكستان و 각 كم الت Bei م Shorill فيه الكل ربي إن شاء الله المسلمين وكل ربي يعفظه وإن شاء الله يا ربي يوفى علينا هذا ويرفع لنا البلا والوباء ونرجع روح البلدان ونستمتع بكل جو العائل يا ذاك وطوما بقال إلا نقول لكم دمتم في رعاية الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحياة القيومة أتوب إليه اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا